السادة المجلس الملاييني السادة الرؤساء المجالس الجمعية والمستشارون الجمعيون المحليون السادة مدراء الجهديين السادة الرؤساء المصالح التنمية الخارجية السادة الرؤساء المصالح الأمنية السادة بجال السلطة السادة أموتي أهلات المجتمع المدني السادة أموتي بسائر الإعلام المحلية والوطنية حضرات السيدات والسلام لا يزعوني في المداني إلا أن أرحب بكم في هذا الملتقى المبارك تمنياً لكم في ذات الآن سنة سعيدة وعادها الله عليكم اليوم والسعادة وجعلها فضع عيون على سيدنا المصور بالله وعلى هذا الملتقى الأمين بحضرات السيدات والسادة نلتقي اليوم تنفيداً لوعد سبقني أن تطعطوه على نفسي في إطارة الاجتماع والاجتماع المجلس لكي حيث قررنا أن نعقد سلسلة من اللقاءات التواصلية حول مختلف القطاعات التي تستهر التي تستهر بإطمام الجميع من مسيرين وحيات من حيات منتخذة ورؤساء مصالح خارجية ومواطنين وقد عقدنا احتبون اجتماعات متحددة في هذا السياق ويأتي كل يوم لنا موعد مع هذا اللقاء الخرص المتنجيس للنظر إلى موطوحهم فالأمر يتعلق بورشنك ملكياً رائد يستغتر يستغتر باهتمام ليس بالرأي العام أو وطني فحسب يمتلك الخبراء والمنتمير والمتبتعين من لاحدين وغيرهم إن على المستوى الوطني أو من الضولي اعتباراً مما يجسده من تجربة راهدة جديدة بالاقتداد فحيث أن هذا اللقاء من هنا فهذا اللقاء يكتسل أهمية خاصة ومنتميزة بكونه أيضاً يتزامن مع المرحلة الأولى أو مهندها المرحلة الأولى لهاب الورش إلى مبادرة وطنية بالتنمية البشرية التي انتبت من سنة 19 إلى سنة 2010 وبداية مرحلتها الثانية التي ستنطلق إن شاء الله تداء من هذه السنة إلى غاية سنة 2011 وما يشكل فرصة سالحة للإتراح على ما تم إنجاله أو قطعه من أشواق وما تم تحققه من مكتسبات في إطار تفعيل هذا المورش الاجتماعي الملكي الكبير على المستوى الإقليم على مستوى الإقليمينات كما سيكون و سيشكل هذا الأسرة مواتية فاعتمناها مواتية لتبادل الأفكار والتجارب ومثارة المقاش اشتركوا في القناة جزيلا